تعالوا بقى انتبع مواقع جنوب افريقيا بتتكلم ازاي عن الماتش بتتكلم ازاي على المواجهة الاولى وعلى المواجهة المنتظرة اللي هتتلعى بيوم السابط ان شاء الله باذن الله وطبعا كلهم بيركزوا على اهمية المباراة لانه يعني طبعا كل جنوب افريقيا نفسها انه سانداونز يتجاوز صدمة الخسارة 2-0 قدام النادي الاهلي هبتدي مع حضراتكم بتاوت افريكنز ده موقع جنوب افريقي تكلم فيه على كلام موسيماني في الفترة الاخيرة عن رغبته في استعارة او شراء بعض النجوم فريق سانداونز وكلم الموقع قال انه موسيماني بيصحح الاوضاع او بيحط الامور في نصابها الصحيح خصوصا فيما يتعلق بنجم الفريق بيتر شالوليلي ويمكن كان فيه بعض الكلام او بعض الاخبار اللي اتسربت انه فيه رغبة من النادي الاهلي او من موسيماني في التعاقد معاه هو اكد بشكل واضح وصريح انه ما عندوش اي رغبة فيه التعاقد مع اللاعب وتصريحاته دي كانت بوضوح شديد جدا عشان ينفي اي اخبار كاذبة سواء وردت على لسانه او على عهدة مسؤولين في النادي الاهلي واوضح انه ما فيش رغبة تماما في التعاقد مع اي واحد من لعبي سانداونز لانه كان فيه كلام يمكن قبل كده برضو عن رغبة موسيماني وان كانت دي الحقيقة كانت رغبة حقيقية وتابعها ببعض المفاوضات لكن ما انتهتش الصفقة بنجاح وكان الموضوع يخص طبعا سيرين والنجم الفريق نروح لسبورت 24 واللي كلمت الحقيقة على انه موسيماني شاطر جدا في المواجهات الزهنية وقالت انه موسيماني الحقيقة مستمر في المواجهات الزهنية ووصف تصريحاته واللي اكد فيها انه سانداونز على لسان موسيماني سانداونز هو المرشح للتتويج بدوري ابطال افريقيا انها جزء من المطشاط او المباريات الزهنية والاساليب اللي اتعود موسيماني انه يشتغل بيها ويشتغل عليها وقصوصا قبل المطشاط الكبرى نروح لتصريحات المدرب المساعد لفريق سانداونز اللي قال عندنا شوت تاني طبعا في جنوب افريقيا وده حقه ودي يمكن تصريحات نشرها موقع IOL قال فيها انه من وجهة نظره طبعا انه سانداونز قد مباراة جيادة جدا في مصر كمام النادي الاهلي بالرغبة من خسارته 2-0 وانه فريقه ما زال عنده شوت تاني قادر فيه على التعويض قال انه نتيجة 2-0 نتيجة ممكن انه سانداونز يتغلب عليها وبيؤمن تماما انه المهمة كانت هتكون اسهل طبعا لو ما درش النادي الاهلي انه يحط الجولة تاني مع نهاية مباراة القاهرة واختتم تصريحاته بالتأكيد على انه اللعب في جنوب افريقيا هديهم ميزة كبيرة جدا وانه فريقه قادر على تسجيل عدد كبير جدا من الاهداف انا بشوف انه التصريحات دي في مصلحتنا يعني انا احب جدا انه التصريحات دي الى حد كبيرة اعتقد انها تطمن واللي بيتطمن قبل مباراة كبيرة زي كده اعتقد بينعكس عليه سلبا اشتركوا في القناة